نتكلم على حاجات غير مؤلمة بل أظلها مبهجة وجيدة وده عمل الاقتصاد بشكل كبير جدا منها على السبيل مثاله اللي هنتكلم عنه النهاردة هو إنشاء أول مدينة لصناعة السيارات في مصر طيب المدينة دي لما تتعامل هتبقى تجمع لتلاتة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم هذا هو ما قرأناه وما تابعناه يعني في شركة من غير ذكر أسماء لو هي جوة الاتفاق ده الشركة دي لوحدها عندها 12 براند بتوعها وحاجات تخوف يعني مش بالضرورة تصنع على 12 براند عندي بس لو براند واحد أنا كيوسف أبقى سعيد جدا طيب ده يعتبر نجاح حقيقي نجاح مصري في جذب استثمار أجنبي مباشر بداية لإنتاج سيارات تنتج محليا في مصر مش بس تجمع محليا في مصر وتستطيع إنها تدخل مجال المنافسة معانا داخل الستوديو واحد من أهم خبراء صناعة السيارات في مصر وفي المنطقة بالكامل مهندس جمال عسكر من هو رفند أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك لا ولا عصماء ولا حاجة ده أنا بحاول يعني بقدف والله أنا من الناس اللي تحب العربيات جدا زي كل رجالة نحب العربيات بس أنا حبي العربيات دخل في أن أنا بدأت بقى عدقرة في صناعة العربيات ومش عارف إيه وكلام منت إلا إنه أنا مش خبير أما رجل بشتغل موزيع عايز أفهم صناعة أو مدينة صناعة السيارات دي في مصر تعمل لنا إيه تسعيدنا إزاي الأول مثلا أنا زورت الصين حوالي 22 مرة لما تيجي تتكلم على الصين تتكلم على الصين كمعقل صناعة وخاصة صناعة السيارات في العالم الصين تنتج سنويا ما يقرب لو جينا بسنة العشرين اتنين وعشرين الصين أنتجت في حدود 27 مليون واربعة من عشر سيارة بسنة العشرين وواحد وعشرين أنتجت 26 مليون وسبعة من عشر سيارة إحنا بدأتكلم هنا أه طبعا طب سؤال مقطع نعم هل كده تبقى الصين بتنتج أكتر من أمريكا؟ الصين يعني واخدها موضع الريادة ليه؟ الصين بتنتج هذا الكام ليه؟ نسأل نفسنا بس الأول الصين أو الدول المتقدمة تهتم بالمواطن في الدوميستيك ماركت السوق المحلي بتهتم بيه جدا بمعنى الصين لما تنتج السنة اللي فاتت 27 واربعة من عشر مليون صدرت منهم في حدود السبعة واربعة عشر مليون وبقى عندها عشرين مليون لمين؟ للمواطنين للمسارك المحلي كويس لما هاي بتتكلم على أن فيه شركة من الشركات العظيمة دي عندها عشر، اتناشر، اربعتاشر بران نيم بتشتغل تحت الأمبريلا بتاعتها ميزة الصين إيه؟ بتكلم على الشركات الكبيرة قوي دي بتتكلم على بتاعت الناس أصحاب الكرفتات الشيك أو اليقاط البيض الكرفت الشيك الاتنين كذا ما بعملش كذا المهم جابوه أول بقى جابوه رجله سنتين السنتين دول في خلال السنتين خدوا منه النوهاو النوهاو عشان المشاهدة يبقى فاهم الحرافية التكنيكس اللي بنشتغل بيه في مصانع السيارات أنا زورت الصين كتير ومصانع كتير جدا في الصين كل ما تروح لما تسمع الناس اللي ما قولك أنا كل ما اروح دبي يلاقي فيه حاجة جديدة متغيرة الصين كده في السيارات مدن كبيرة بتاعت سيارات بس انت قعد في كذا الشركة بتعمل اكميديشن للسطاف في جوه الشركة نادي يلعبوا فيه جوه الشركة مزيكة أي حاجة طار فيه هي الأمهات اللي عندها أطفال بيهات عاملين لهم حضانة تحت وموجودين أمه نايمين أايمين في الشركة ما بيروحوش تلاقي الرجل الكبير اللي قعد معك ده ورايجي عشرين مهندس صغير العشرين دول كله من العشرين ماسك عشرين أجندة وعشرين ألم كلهم شكل بعد ما بيتكلموش ما بينطقوش بس بيتعلمو كل اللي بيتقال بيكتبوه 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 وبعدين تبدأ انت تنقي منهم الايه السابليدر الصناعة دي عشان تقوم لازم يبقى فيه قائد وصاحب قرار القائد وصاحب القرار ده بيعمل ايه بيعمل تارجت بيعمل مستهدف عشان الناس تحققوا انت عايز تعمل في مصر مستهدف للسيرات عايز تعمل مصنع مصنع ده ينتج ايه هينتج عربية العربية دي هتنتج على اي اساس على حاجة واحدة الكاستمر يعني متطلبات العميل اللي انت هتبيع له العربية دي انا ممكن اعمل عربية بستة سبعة مليون دولار مش هتلاقيه لحد ياخدها السواد الاعظم هنا لما بتعمل في سابليت ستادي واحنا مشكلتنا ان فيه كتير قوي ما بتبقاش فيه دراسات لبعض المشروعات الكبيرة ودي بتكلف الدولة كتير كده ولازم الريتيرنوف انفاسمنت دوران رأس الملدة والربحية بتاعته تبقى عاملة زي مين زي المغرب نيجي نتكلم على افريقيا واحنا كنا اسياد القارة في انتاج السيارات مع مهندس عادل جازارين رئيس مجلس ادارة شركة النصر السيارات شركة الوطنية اللي مقفولة بقى لها 18 سنة لما تشوف الشركة تحزن ليه؟ بس ريها تشتغل بقى بتعمل الاتفاقية دي برضو قاعدوا فيها شوية كتار ما حدش حط فيها بصمات لان نتكلم على شركة موقع لوكيشن كويس جدا ستاف موجود 10 على 10 بس ما فيش حاجة الناس ما تشتغلش يبقى انت لازم عندك دي سيجن ميكر هياخد قرار ان هو يعمل عربي هي مصري فيها اماكن كتير نصارات روح لوزارة الانتاج الحربي مصانع كذا وكذا وكذا روح زورتنا المصانع وشفتها الناس بتتمنى يبقى فيه حركة عشان يستشتغل طبعا وتاخد ويبقى فيه بونس وحوافز عيش تشتغله تبقى لحدك فلما انت تعمل كده لازم تجيب مستثمر ولما تجيب المستثمر تجيب المستثمر الصح وتدي له صلاحيات كتير وتسيب له حاجات كتير عشان يحط رجله اول حاجة يعملها ايه؟ هيقلل لك معدلات البطالة في الدولة طبعا اول حاجة ليه؟ هل حاجة فرص عامل؟ عندنا خمستاشر الف مهندس بيتخرجوا ميكانيكا وكهربا كل سنة حضرتك لو مش عامل لهم الكرير بس من قبل ما يخرجوا من الكلية الطلبة دول راحوا انجلترا وراحوا ألمانيا وعملوا الفرميولا ستودنت دخلوا مع منافسات مع شركات كبيرة جدا جامعات كبيرة جدا وخدوا مراكز أولى ومراكز تانية الناس دي لما يرجعوا وتسيبهم ويخلصوا الكلية بعد شهرين تلاتة ويطلعوا كل واحد يطلع يشوف له أي لعبة يلعبها وخلاص نيسي المذاكرة طب الناس دي مفروض بره بيعملوا فيهم ايه؟ ينقطقوا ياخدوا الناس الكويسة والناس الكويسة دي يعملهم كمبتيشن تاني يعملهم منافسة ويطلبوا انهم حاجة اسمها ايه؟ البيست أوف دا بيست في ألمانيا البيست أوف دا بيست أحسن الحلوين وتبدأ تشغلوا هنا والشركة دي تخطفوا زي لعبة الكرة المحترفين اخذ وش الأفر احنا عندنا هنا كده اسمعناش لو انت اسمع تقول لي ممكن انا ما اخدش بانا بعد بس خمسة وتلاتين سنة بس في السيارات بس يمكن عشان كده كنت بقول حدك انا شويتين بحاول اعود اقرأ على صناعة السيارات في الدنيا وقالت على تجربة المغرب وتجربة مهولة بصراحة طبعا بس احنا عندنا في مصر مصانع التجميع المحلي فيها كوادر طبعا وانا كنت دايما فيها كوادر وبيناقوا وبيحاولوا يجيبوا قدر الاستطاعة من الجامعات والكليات ويجيبوا الشطار قدر الاستطاعة انا دايما كنت ابص على انه خلال السنين الطويلة هقولك من اول ما طلعنا العربية رمسيس لحد دلوقتي احنا ما خدناش الموضوع بجدية كان زمننا عدينا وحياتك قدر مين 2008 شركة كبيرة في اوروبا انهارت الصينيين رحوا اشتروها من اولها لحد اخير وبراند براند اقمن عربية في العالم واظنوا صححني ده نقل تكنولوجيا صناعة السيارات في الصين نقلة مخيفة الصين عندهم حاجة يعني هم اقوم الكمبيوتر في الكابي بيست بيعملوا الصين بيشتغلوا مع كل الناس وياخدوا منهم ويبدأوا يضيفوا يعني انا رحت زورت الشركة هناك عندهم 160 الف موظف منهم 60 الف موظف بس بيشتغلوا في الار ان دي في الار ان دي الابحاث والتطوير احنا لما ديجي نشتغل الشغل فيها زي الصنعة بتاعة السيارات عندنا نوعين من الناس اللي بتشتغل ناس بتنتج ونان برو دكتف سطاف وناس اداريين وناس كذا وكذا الراجل بتاع الار ان دي ده مش منتج بايده لكن هو منتج بايه؟ بعقله ليه بقى هما بيلموا المهندسين الخلاصة بتوعصين كلهم وياخدوهم في التقنية تكلموا على الديجيتال ترانسفورميشن تكلموا على السمارت كار تكلموا على السمارت سيتي تكلموا على حاجات كتيرة جدا عملوا ايه بقى هما مع خدوا منه النوهاو دي عملوا النهاردة عربية زي التسلا بل احسن من تسلا وسعرها ارخص من التسلا على التكنولوجيا العربية ومش عايزين ومش عايزين يعملوا ايه دلوقتي يدوه الحد يدوه الحد وكيل في اي دولة تاني ونقول له خط انتاج اللي لما يشبعوا السوق السوق ايه بقى بالناس مبسوطة وستسفاي وراجبة العربية وببسط نبدأ بقى نطلع برا ونعمل حاجة لما يخلق طلب كسيف الاول هما عندهم الطلب من السوق المحلي روعة ايه احنا متكلم في مليار ربعمائة مليون مليار ربعمائة احنا بنكلم بقى الاول هو ليه العالم كله النهاردة بيتحرك نحية العربات الكهرباء تبقى لقراءة بلومبرج عندنا التلوس المية مية في العالم منه 23% فقط بسبب المركبات لما التصور ده جاي والناس بدأت تدرسه وتشوفه وحدك بتمشي في الشارع لنفسك همدان تعبان مش عارف من ايه وجود الانبعثات الكربونية السمى دي في الجو قبل ما مصر مثلا تعمل الشبكة القومية للطرق ده بيسبب لك ايه هادك وبتشم بتستنشق الكربونيكسايد والنقص في العربات الديزل بتحس ان انت نفسك بي دي معدلات الاوكسجين في الجو بتقل فالنبات معدل النمو بتاعه يقل وصل عدد السيارات الكهرباء خمسة واحد من عشر مليون طيب في الفين عندنا احنا عندنا الفين خمسة وعشرين يع teaspoon Ivim 10 مليون الفين وتلاتين عندنا 28 مليون الفين واربعين عندنا 56 مليون 20-50 يعındنا خمسة وسبقية عربية في العالم ده تبقى لقراءات بلومبرغ طيب لما مصر بقى عايزة تعمل مدينة مدينة لصناعة السيارات ده معنى ايه ان عندنا حد صاحب قرار خد قرار انه هو هيعمل ده طيب عايزين نقول ايه عايزين نشوف الدنيا دي هتبقى مظبوطة ولا لا نفكر بس ناخد خطوة وراء ونشوف استيراد سيارة لكل مواطن مغترب اتحطت بطريقة خطأ الى حد كبير اتعدلت 17 مرة وبرضه النتائج بتاعتها الفيدباك بتاعها ما جاش هو كلمنا قلنا يا جماعة طب ما نعمل مبادرة جميلة عملت مبادرة عملت صفحة كاملة في الجورنال تكلمت على روشيتا تدخل للدولة 25 مليار دولار من هذه المبادرة حد يسأل طب نتكلم بقى على مصنع السيارات عشان تعمل حضاك مدينة سيارات يبقى انت عندك حد انت جايب وعنده وإكيوميليتد إكسبيريانس خبرات كتيرة جدا في هذا المجال هتمسكوا الشغلانة دي يبقى ده لتشيرمان او السي او او المانج داريكتر هو اللي هيقود هذا الكلام هيعمل ايه هذا الرجل هيعمل تيب وارك لازم يجيب فريق عمل احنا عندنا الشغلانة بتبدأ ازاي من رئيس مجزة او رئيس تنفيذي بورد of directors وكل البورد دول او يعني رؤساء القطاعات دول كل واحد عنده تيم بيجيبه متفصل على الشغلانة ويعمل ايه يدي له حاجة اسمها job description وصف وظيفي للشغلانة اللي هيشتغلها ونبدأ نمشي الهاربوني ده كده زي الموسيقى العربية ونشوف الناس دي كلها هتشتغل تعزف مع بعض وتطلع انتاج ولا ما تطلعش وناخد بنا ونشوف نعمل check نجرب start كده ونشوف العربية هتدور مظبوط ولا ايه نلاقي ايه استاذ يوسف متزحلق سنة نقم زبطينه الجمال كذا نقم دينه training فلان نعمله كذا عشان نشوف المنظومة دي هتمشي الهاربوني ده والsynchronization هيمشي التزامن والتناغم ده هيمشي ولا لا طيب لقينا حد مش نافع والدنيا بعيد عنه نشير برا ونجيب واحد ايه لازي بقى عندي alternative action في immediately ليه ان انت ما تشتغل خط الانتاج ما ينفعش ان انت هتيجي الصبح وطلعي جمال مجاش يوسف مجاش احمد مجاش ما ينفعش وعندك في وسط المصنع ده بقى عندك ناس كشاكيل يعني ايه يعني النهاردة بوقف ويشتغل في العفشة ممكن بكرا يسقط المطور ممكن بعده يركب التابلو كامل ممكن فيبقى عنده ايه حتتين ثلاثة لما يحصل قصور في مكان يبقى انا عندي ايه عندي واحد بلاي ميكر بيلف في المصنع في كذا مكان فبقى انا حاضر مع الشغلانة لما نعمل الشغلانة دي والناس تبدأ تدور ونجيب مكونات ونزبط هنقول ايه باسم الله الرحمن الرحيم دور ندور ونمشي ايه المصنع واحنا بنمشي المصنع بنعمل monitor بنرائب الناس بتاعتنا ونعمل evaluation نقيم الاصطف اللي بشتغل هنقيم الاصطف اللي عشان هنعمله حاجة كتير او الناس ما بتعملهاش الkey performance indicators قياس معدلات الاداء للاصطف اللي بيشتغل ده طب النهاردة عندنا في الkey be eyes جمال ما بيشتغلش الله وما واقعت ليه؟ مصيبة ليه؟ لان هنا بيحصل عندك دفوهات في اماكن ممكن تبقى خطيرة جدا فدي تأثر تعمل لك negative reflex على الشغل نبدأ نبص عندنا في التارجت اللي هنحطينه ده بيبقى على السنة بالكامل فاحنا لازم نحسب التارجت ده ايه بقى؟ كل ساعة وكل يوم وكل اسبوع نعم يعني مش بقاطع بس عشان اقدر اخدها في مصار المال علشان اقدر احط تارجت اصلا هنا لازم اسأل نفسي وانا بعمل المصنع ده دراست الجدوى اللي هي جزء منها او الامبرالة بتاعتها اسمها دراست الجدوى انا رايح لفين؟ انا رايح للسوق المحلي؟ ولا رايح للسوق المحلي زائد افريقيا؟ ولا السوق المحلي زائد الخليج؟ ولا السوق المحلي زائد شمال افريقيا؟ ولا السوق المحلي زائد امريكا اللاتينية؟ ولا انا هعمل عملية التصدير العكسي الى اوروبا؟ أنا بصنع حاجات عندي هنا فعلاً بصدرها لأوروبا وبتنزلش محلي على نطاق مثلاً صناعة الملابس في الأوتوموتوف في صناعة السيارات أنا عايزي بقى إدى فاية إنت عايز فنم أول حاجة تشبع السوق المحلي مع 25% مع إفريقيا إنت بس ألعب إفريقيا الأول يعني أنا عايز 25% من إنتاجي يخش إفريقيا يخش إفريقيا ليه؟ عشان يجيب لك ريتيرن بالدولار لما يجيب المرضود بتاعه بالدولار هيبدأ الموضوع إيه؟ جميل جداً فأول ما يرد بقى ريتيرن بالدولار هيعمل لنا إيه؟ هيبدأ يخليني أنا أبدأ أفكر أكبر بعمل براند صغير هيناسب إيه؟ هيناسب إفريقيا بعد كده أبدأ أزود طالما عندي المدينة وعندي مساحات هعمل برداكشن لاين تاني بس أهم حاجة أنا عايز أعرف السوق المحلي طب هو السوق المحلي في مصر بيستوعب كم سيارة سنوياً؟ في آخر 6 سنوات مضت إحنا في الحسبة كده بنلاقي أن متوسط السوق المحلي 160 ألف عربية في آخر 6 سنوات فاته يعني حسبنا كل ما بيعب بتاع الـ 6 سنوات أسمناهما لها 6 جلنا متوسط 150 إلى 160 ألف عربية ده سوق متدني مش سوق بس أنا لازم أنا حطه برضو في إطار أنا أخذ كلمة المية وستين دي وهروح ضربها في قصين كده جواهم إيه؟ سعر العربية طب لو سعر العربية انخفض ده معناه أن معدل البيعيزين؟ ميزة الإنتاج المحلي إيه؟ إن أنت عندك بتعمل تمكين للصناعة في مصر وبتوطن فبتبقى عندك منتجات بتعملها إنتا محلياً كل ما زودت المنتج المحلي في العربية اللي بتعملها كل ما السعر بدأ يقل كل ما أنتجت ماس بروداكشن انتاج بالجملة إنتاج كتير جداً يبقى عندي إيقانومي بسكيل هيبقى يقل كمان التكلفة هتبقى الالكسبانسس بتقل طبعاً أنا في الأول مش عايز أكسب أنا الأول بس عايز أمشي لإيه الموضوع الموضوع لو كيت يعني جبنا بريك إيفن يبقى إحنا مزبوطين سنة اثنين ثلاثة شورت تيرم بلان من ثلاثة لخمس سنين لونج تيرم اشتغل بقى زي ما أنت عايز وخش على خطوط إنتاج اللي هي إيه أكبر عشان تبدأ تشتغل بشكل كبير بقى وتتجه نحية مين؟ مش هتقدر تتجه نحية الخليج اللي لما تنتج العربات الكلاس اللي بتتركب في الخليج لازم أنت بتدرس كل بلد عشان تعرف أنت الناس دي متطلبتها إيه عندك الإمكانية تعمل المنتج ده هتعمله والناس هتديك النوها ولو أنت اشتغلت معهم إيه وين وين بمعنى أن أنا هجيب النهاردة مستثمر مش هجيبه عشان أنا أكسب وهو مش عيف لازم الاتفاقية تبقى وين وين لذلك احنا بنقول الشغلانة دي محتاجة إيه أول حاجة لازم يكون عندك ممتاز لازم يكون عندك عندك ناس تقيلة بتفهم في الشغلانة هم بتوصنعها عندك communication skills كان عندنا مصنع معين وكانوا بعتين الناس ما بيعرف كلمة إنجليش طب إزاي ده طالح حينائش مين ترايح السين وراح كوريا وناراح هتبقى نجيب لك متلجم يترجم لك هل هيوصل لك الفكرة بتاعت المهندس التكنيكس الميسادولوجي اللي بتتكلم فيها الترمولوجي اللي احنا بنتكلم بها وتعلمناها كمهندسين هتعرف حذك تلاحي الكلام ده الحاجة التانية في الكمنيكيشن عشان تبع عندك مهارات تواصل مع الناس دي كلها لازيب عندك negotiation تفاوض إزاي تفاوض الناس وأول ما نقول كلمة تفاوض كنا بناخد كورس في التفاوض قالوا إن أعظم واحد في التاريخ العربي كله في التفاوض واحد اسمه محمد أنور السادات الله يرحمه قال لك ده مدرسة الكمنيكيشن ونجيشيشن سكيلز هو محمد أنور السادات يبقى عندنا إيه بعد ما خدنا المانجمنت وخدنا الليدرشيب وخدنا الكمنيكيشن ونجيشيشن عندنا حاجة مهمة جدا الكونتراكت رايتنج إزاي نكتب عقد مع دولة أجنبية في قسم منه ليجل قانوني وقسم منه مهندسين عشان يعرفوا يحطوا حاجة ليه؟ عشان لا الدولة دي تيجي عليك ولا أنت تيجي عليهم ويبقى الجيم بيتلاعب وين وين مهمة قوي عندنا قلت لك فيه 15 ألف مهندس بيتخرجوا سنويا عندنا مدارس ثلاث سنين وخمس سنين مدارس صناعية عندنا معاهد تكنولوجية مهمة جدا في مصر هندس المطارية خدت تصنيف ألمانيا وإنجلترا هندس عين شمس تعليم الصناعي في الأميريا الدكتور إبراهيم لطفي خدوا تصنيف السنة اللي فاتت في إنجلترا كل دول لازم نستغل لهم في المنظوم وقتي خلص والوقت قديق بالسحة لازم تقابل تاني لأننا عندي عشرات الأسئلة وعايز قعد أفكر أكتر في مسألة محركات الاحتراق الداخلي ومحرك الكهر لا ما احنا هننسي ديبقى لأ لعندنا بس عشان نبقى فهمين المحرك حاجة عندنا الانجل ده اللي هو المحرك بتاع البنزين والديزل التاني اسمه موتور الكتريك موتور هو ده بتاع الإيه الكهر وده الجديد بقى وده الأخرص واللي ما تسمع له الصوت ولما نيجي نعمل عربية جديدة لازم نعمل عربية خط إنتاج وخط إنتاج للبطارية وخط إنتاج للكاويتش وازاي نعمل ريسايكلينج للبطارية عشان ما تعملناش مشاكل كبيرة جدا الأهم من كده أن الدولة بتشتغل على توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة نتكلم على بنبان عاصمة الشمس ونوضي الكهرباء فنجد نوضي الكهرباء بمعدلات انبعاسات صفر ونستخدمها في عربية كهرباء معدلات انبعاسات صفر فنحافظ على مين على البناء آدم اللي موجود في الدولة